كل سنة وانتو طيبين وربضان كريم اتكلمت قبل اكيدا على اهمية الدور المجتمع للاقية الكرة في نصر وقد ايه مهم ان كل واحد فينا يحاول ان يكون يدور ايجابي تجاه المجال اللي هو بنتميني خصوصا لو المجال ده الناس كنينا دور كبير بعد فضل عبدنا سبحانه وتعالى لوصول لعيبة كتير مننا للمستوى الاحترافي اللي احنا في حاليا فمن انا حسيت انه واجبنا اتجاه كرة القدم اولا اللي هي كانت السبب في الخير اللي احنا فيه وفي كل حاجة حيلة في حياتنا وتجاه الناس اللي كان لها فضل كبير علينا وتجاه ملدنا بشكل عام ان يكون لنا دور ايجابي في المجتمع وعلى ارض الواقع من الناس تحسوا فعلا كتير منها كالعيبة طبعا ممكن يكون بيعمل عمل خيالي بشكل فردي ده مش ممكن ده اكيد طبعا فمن فترة مش وليل افكرت انا ازاي ممكن اقدم ده بشكل منظم وبشكل الناس تحسوا فعلا على ارض الواقع وفي نهاس الوقت يبقى سهد الوصول لي فباذن الله الفيديو ده هو اعلان مني على انجاه حسابك ليه ندور ده الحساب على موقع التوصل اجتماعي انستجرامي فقط لغيرك مش موجود على فيسبوك ومش موجود على تويتر الهدف الاساسي من الحساب ده هو توفير العلاج والتأهيل لاخواتنا لعيب الكرة في مركز الشباب والدرجات الرقعة والتالتة والتانية اللي غير قادرين على توفير العلاج والتأهيل او مش قادرين احصلوا عليه لان في ناس كتير شغالية هنبسيها الكرة مش معروفة ومش متشافة ودرج اجس معنا الحاجر يحصل الله وصابة لا قدر الله فحاكت بتغف ده الهدف الاساسي هو توفير العلاج والتأهيل للعيب و اي حاجة تانية هممكن نقدمها كده مش هنتخب لقدر الله او اي حاجة حصله صابة كل المطلوب ان هو ابعت رسالة خاصة على الحساب التنصيف معها ومع التكاته وكل ما هو بعد الرسالة دي ان شاء الله هنحاوي نقدمه بافضل صورة بحيث ان هو يريكب امارس حياته بشكل طبيعي الإشارة على الحساب مسؤوليتي إنما فيه شباب زي فول شغلتهم الأساسية هو التنصيق والتواصل مع الحالات والتحديد الأولويات لحد من شاء الله الحالة ترجعتيني تتمارس حياتها وتلعب ولا مش هكش طبيعي جدا كنت عايز طبعاً أشكر كل التكاترة اللي شاركت في الفكرة دي لأن من غيرهم المطوق نهد المجرد فكرة ما كانش يموجود على عرض الواقع يستشاريين كبار ودكاترة محترمين جداً اشتغلوا في أكبر تندية وفي أكبر المنتخبات نفس الشيء بالنسبة لدكاترة خلاق الطبيعي ناس كلهم أكفاء جداً مع مركز التأهيل ناس من أفضل مركز التأهيل في مصر كلهم بإذن الله يعني بتعاونهم هيقدر أنهم يقدموا مساعدة ملموسة وبإذن الله هتبقى هتساعد العيب المصاب أنه يرجع بأحسن صورة إذن الله الغلط من الفيديو ده ومن الحساب ده هو دعوة دعوة أن يكون لنا دور إيجابي مش بس في الكورة في أي مجال تاني أي حد عادي يشارك طبعاً أهل بيه زي ما قلت لكم زي ما شاركت قبل جداً هي الفكرة مجرد دعوة لأي حد مشكور أو قادل أن هو يساعد المجتمع بحاجة من هو ما تأخرش بارة أسف جداً على الإطاقة وأتمنى أن أكون موصلت الفكرة من هذا الحساب وأتمنى يا رب بإذن الله أن يكون قادرين على تحيير هدفنا شكراً من كل سنوات طويبين أو ربطانك أي ماري نغميان